بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أهلا وسهلا بكنا في هذه المحاضرة إن شاء الله في هذه المحاضرة سنتناول الحاجات الأساسية للشباب طبعا في المحاضرة السابقة تكلمنا عن أهم خصائص مرحلة الشباب تكلمنا عن الخصائص الجسمية والعقلية في محاضرة سابقة وفي المحاضرة السابقة تكلمنا كذلك عن الخصائص العقلية والخصائص الاجتماعية للشباب اليوم في هذه المحاضرة سنتناول الحاجات الأساسية للشباب سنشير إلى أهم الحاجات الأساسية كما حددها برايتبيل وأيضا سنشير إلى الحاجات الأساسية كما حددها الإسلام لنا حاجات الشباب من خلال القرآن والسنة النبوية أيضا في النهاية سنتناول الحاجات الأساسية بشكل عام للشباب في عندنا برايتبيل يعني حدد لنا حاجات أساسية للشباب وهذه الحاجات الأساسية لماذا ندرسها؟ ندرس الحاجات الأساسية لأنه عندما نريد أن نخطط لخطط وبرامج رعاية للشباب لابد أن نلم بالحاجات الأساسية للشباب ما هي حاجات الشباب الأساسية؟ فعندنا برايتبيل حدد بعض الحاجات للشباب مثل الحاجة إلى التعبير الابتكاري التعبير قدرة على التعبير الابتكاري سواء كان لفظي سواء كان فني يعني بالرسم أو غير ذلك هذا اسمه تعبير ابتكاري تعبير أيضا الحاجة إلى الانتماء أي شاب يريد أن يشعر بالانتماء أولا الانتماء إلى رصرته التي يعيش فيها ثانيا الانتماء إلى مجتمعه الذي يعيش فيه إلى الحي الذي يقن فيه إلى القرية التي يقن فيها إلى المدينة التي يقن فيها ومن ثم إلى المجتمع أو إلى الوطن الذي يعيش فيه بشكل عام هذا الانتماء الشعور بالانتماء الأسرة القرية أو المدينة أو الحي الذي نعيش فيه ثم الانتماء إلى الوطن ككل هذا اسمه الانتماء وهذا كل شاب يريد الحاجة إلى ذلك إلى الشعور بالانتماء إلى المجتمع الذي يعيش فيه إلى الأسرة التي يعيش فيها وهكذا أيضا الحاجة إلى المنافسة من حاجات الشباب الأساسية دائما يريد الشباب أن يتنافس أو الشاب يريد أن يتنافس مع غيره فهذه حاجة أساسية لابد من تلبيتها أيضا من الحاجات الأساسية للشباب اللي هي الحاجة إلى المنافسة يحب دائما أن ينافس الغير سواء في داخل أسرته سواء في داخل فصله الدراسي أو صفه الدراسي سواء في قاعة المحاضرات أيضا كذلك منافسة حتى في العمل في أي مكان يريد أن ينافس الآخرين لكي يتسابق معهم ويفوز ولكن هنا لابد أن نشجع ذلك التنافس وأن يكون تنافسا شريفا بين الشباب وأن لا يتحول التنافس إلى تنافس الدام الذي يتحول بعد ذلك إلى صراع لا هذه ليست من حاجات الشباب الصراع لا نريد أن يتحول إلى صراع ولكن لابد من تلبية الحاجة إلى التنافس البناء بحيث الشباب يتنافسون مع بعضهم بعض ولابد من تلبية هذه الحاجة اللي هي الحاجة إلى التنافس البناء في عندنا أيضا الحاجة إلى خدمة الآخرين الشباب أيضا من حاجاتهم دائما يشعر بأنه يريد أن يخدم الآخرين الخدمة العامة وخدمة الآخرين تخديم الخدمات خدمة المجتمع الذي يعيش فيه خدمة المرضى تنظيف الحي الذي يعيش فيه إذا وجد الموجهين إذا وجد الموجهين الذين يوجهونه التوجيه السليم يقوم بخدمة الآخرين وبرامج الخدمة العامة وسرعان ما يشارك الشباب في برامج الخدمة العامة ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك اللي هي برامج الخدمة العامة لمجتمعنا لإشراك الشباب في حملات الخدمة العامة بكافة مجالاتها فخدمة الآخرين هذه تعتبر حاجة ملحة عند الشباب لابد من تلبيتها من قبل المتخصصين في رعاية الشباب عند تصميم البرامج الخاصة بالشباب كذلك الحاجة إلى الحركة والنشاط دائما الشاب يريد يعني أن يتحرك يريد نشاطا يريد ألعابا تساعده على الحركة والنشاط والحيوية دائما نجد الشباب يخرج ينزل يصعد وهكذا إذن من هنا لابد من تشجيع الشباب على الحركة والنشاط من خلال تنظيم برامج برامج رياضية برامج ثقافية برامج فنية كل برامج المهمة تساعده على الحركة أكثر فهنا نلاقي البرامج الرياضية تساعد الشباب على الحركة الرحلات كذلك برامج اجتماعية من خلال الرحلات الرحلات العلمية الرحلات الثقافية الرحلات الترفيئية وهكذا فممكن هنا هذه تساعد الشباب على تلبية حاجاتهم إلى النشاط وإلى الحركة فلذلك نجد الشباب لديه القوة لديه الحركة فعلى المخططين لرعاية الشباب ملاحظت ذلك وعمل برامج تساعدهم على تلبية حاجاتهم في الحركة وفي النشاط أيضا الحاجة إلى الشعور بالأهمية أي شاب يريد أن يشعر بأهميته في أسرته في مجتمعه في المكان الذي يعيش فيه فهنا لديه شعور ذاتي يريد من يشعره بهذه الأهمية فلذلك على المخططين لرعاية الشباب أن يشعروا الشباب بأهميتهم أيضا وينظم البرامج التي تساعد على أهمية الشباب وأنه يشارك في البرامج المهمة لنفسه ولمجتمعه فلذلك من هنا لا بد من تشجيع الشباب على ذلك وإشباع هذه الحاجة لدى الشباب فهذه تعتبر من ضمن الحاجات الأساسية وهو شعور الشباب بالأهمية داخل المجتمع لا بد أن يشعر بأهميته بأهمية وجوده بأهمية عمله بأهمية دراسته بأهمية وجوده مع الآخرين بأهمية وجوده مع أسرته مع أكوانه في داخل الأسرة مع الحي الذي يعيش فيه مع أصدقائه في المسجد مع أصدقائه في الحي في النادي في المدرسة هذه كلها لا بد أن نقدر ذلك ونخطط ونشبع هذه الحاجة لدى الشباب وهي الحاجة إلى الشعور بالأهمية دائما الشباب أيضا يحب اكتساب خبرات جديدة ومهارات جديدة فلذلك لا بد من تشجيعه على اكتساب المهارات الجديدة وأيضا لا بد أن نشبع لديه حب المخاطرة أحيانا الشباب يريدون تسلق الجبال يريدون ركوب الدراجات الهوائية أو ركوب الدراجات النارية أو الجري والسباب هذه حب المخاطرة أحيانا حواية عند الشاب أو حاجة أساسية عند الشاب لا بد من تلبيتها حتى نشبع هذه الحاجة لدى شبابنا عند التخطيط في برامج رعاية الشباب فلا بد من مساعدتهم على ذلك إذا كان هناك سباق للجري نشجعه على الجري مع الشباب الآخرين إذا كان هناك سباق بالدراجات الهوائية فليكن سباق بالدراجات الهوائية هذا بيشبع لديه الحاجة إلى حب المخاطرة أيضا إذا كانت منطقة جبلية ويريدا يتسلق الجبال فليتسلق ولكن هنا مع عدم المخاطرة لا بد من توجيههم إلى عدم المخاطرة يتسلق لا يوجد مانع ولكن مع عدم المخاطرة التي يتضرر من خلالها لكن المخاطرة لا يتضرر نحن نشجعه على ذلك أيضا اكتساب الخبرات الجديدة في البرامج الخاصة برعاية الشباب دائما لا بد أن تكون هناك برامج جديدة للشباب يكتسب من خلالها المهارات وصقل لهواياته ومهاراته واتساب المعارف وهكذا لا بد أن نشجع الشباب على ذلك اكتساب المزيد من الخبرات والمهارات داخل المجتمع هذه هي أهم الحاجات التي ذكرها برايتبل وهذه يعني تعتبر كبداية ننتقل الآن إلى الحاجات الشباب الأساسية دائما ننتقل إلى الحاجة والدافع الحاجة والدافع دائما الدوافع بيتباحها حاجات أو بتكون ناتجة عن حاجات يعني عندما نقول دافع الجوع دافع الجوع كيف نبدأ على دافع الجوع أو نشبع دافع الجوع؟ عن طريق الحاجة إلى الطعام فلا بد أن نوفر الحاجة إلى الطعام فإذن هناك دوافع لدى الشباب توجد وهذه الدوافع تحتاج إلى إشباع عن طريق الحاجات الحاجة فلذلك من هنا دافع وحاجة الدافع والجوع الحاجة هو الطعام الحاجة إلى الطعام فإذن من هنا لابد أن نشبع هذه الدوافع عن طريق ما هي الحاجات الخاصة بالشباب وما هو الدافع الذي ظهر لماذا ظهر؟ فلذلك لابد من تلبية هذا الدافع عن طريق الإشباع مثل دافع الجوع لابد من إشباعه عن طريق اللي هو الأكل والشرب دافع الخوف دافع الخوف هذا مش دافع أحيانا بتكون في موقف تشعرين بالخوف والرهبة إذن إيش الحاجة إلى الخوف والرهبة؟ عشان نقضع عليها الحاجة إلى الأمان الحاجة إلى الأمن الأمن والأمان وإزالة أسباب الخوف دافع الخوف لماذا؟ فمن هنا نزيله اللي هو الحاجة إلى الأمان وهكذا أي دافع يوجد لذا الإنسان لابد من إشباعه هنا نستطيع أن نقضي على هذا الدافع وهكذا هاي العلاقة ما بين الدافع والحاجة فيه عندنا أيضا إذا لم يشبع الدافع لدى الشباب ماذا ينتج عنه؟ مشكلات يعني لو كان الشباب عنده دافع الجوع ولم يشبع إيش بصير عندنا؟ مشكلات عند الشباب يعني الجوع هذا بسبب إيه؟ أحيانا هزال يسبب عدم التفكير الدقيق يسبب مرض في الجسم يسبب سوء التغذية ما فيش ما فيش تغذية ولذلك هذه باللاحظة أحيانا في المجتمعات المحاصرة والمجتمعات الفقيرة نجد يعني هناك دافع للجوع موجود لدى الأطفال ولدى الشباب ولدى فئات المجتمع المختلفة فالجوع بينتج عنه كثير من الأمراض لدى الشعوب وخاصة فئات الشباب وفئات الأطفال فلذلك من هنا بينتج مشكلات عندنا المشكلات هذه تحتاج إلى حل تحتاج إلى حل دائما فلابد من حلها اللي هي عن طريق إشباع الحاجات إشباع حاجات الشباب وهكذا إذا تتولد مشاكل للشباب إذا لابد من إشباع حاجات الشباب حتى نستطيع أن نتغلب على مشكلاتهم المختلفة الناتجة عن الدافع الذي لم يشبع فيه عندنا أيضاً الاعتمام بالتربية الروحية مهم جداً التربية الروحية مهم جداً لضمان استقامة حاجات الشباب وعدم جموحها وشططها يتطلب الأمر الاهتمام بالتربية الروحية والقويمة حتى يمكن مساعدة الشباب على تكوين مجموعة من القيم والمبادئ في شكل نظام أخلاقي محكم وهكذا تكون هذه الأمور المبادئ والقيم فلسفة للشباب في الحياة يستطيع من تكوين فلسفة لديه حتى يستطيع أن يتغلب على الصعاب وعلى المشكلات التي يواجهها في عندنا شيء جميل جداً وهو إشارة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يعني أحياناً إلى بعض الحاجات النفسية الحاجات النفسية للشباب والحاجات المادية للشباب وهذه واضحة يعني في القرآن الكريم لو قلنا في القرآن سورة قريش وهذا واضح في قوله تعالى لإلاف قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أطعمهم حشتين الحاجة إلى الأمن والحاجة هي الحاجات النفسية هذه والحاجات المادية الطعام وربطهم أيضاً بالعبادة قبل كل شيء بالعبادة لله فليعبدوا رب هذا البيت الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يشبع هذه الحاجات يساعد الإنسان ويساعد الشباب على إشباعها فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الطعام الحاجة إلى الطعام جوانب مادية والشراب وأيضاً آمنهم الحاجة إلى الجوانب النفسية الأمن والأمان وأمنهم من الخوف وهكذا فلذلك من هنا يعني في هذه الصورة يعني يمن على قريش بتلبية هذه الحاجات عن طريق الطعام والكساء من جهة وبالأمن والاطمئنان النفسي من جهة أخرى وهكذا ومرشداً إياهم لعبادة الله ربهم عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أيضاً هناك حاجات مرحة للشباب لا بد من تلبيتها في المجال الروحي والمجال الانفعالي والمجال العقلي والمجال الاجتماعي والمجال المهني ومجال النمو الجسمي والتروية والإسلام يحرص على تلبية هذه الحاجات جميعها والعناية بها ويقرر أن الوقاية خير من العلاج الوقاية خير من العلاج فلذلك في عندنا الآن سنتناول الأربع حاجات في المجال الروحي والمجال الانفعالي والمجال العقلي والمجال الاجتماعي سنناقش كل نقطة على حدث لو أخذنا المجال الروحي حاجة الشباب في المجال الروحي طبعاً في حاجة إلى أن ينمو الشباب نموه الروحية وهي توثيق الصلة بالله سبحانه وتعالى وهذه أهم حاجة هذه تضي نوع من السكينة والأمن والأمان للشباب تجعلهم دائماً في أمن وأمان وسكينة حتى لو وجهتهم الصعاب وأحلق الظروف فهنا الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى فلذلك من هنا هذا مجال إيماني إيماني حتى يكون هناك معنى لهذه الحياة فلذلك هذا واضح في قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد وأيضاً يعني الله سبحانه وتعالى دائماً يتذكر الإنسان وخلال من تلواته للقرآن يعني يكتسب الأمن والأمان يعني إحنا عندما نكون أو كنا في الظروف الصعبة عند مواجهتنا للحرب كنا دائماً نسترشد بآيات الله ونقرأ من كتاب الله كنا نقرأ بعض الصور وبعض الآيات مثل قوله تعالى قل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فلذلك من هنا يعني كلما نقرأ هذه الآية نشعر بالأمن والأمان والطمأنينة فلذلك من هنا هذه حاجات ملحة لنا ولشبابنا ولتعويدهم على قراءة وتلاوة القرآن وفهم القرآن حتى نشعر بالأمن والطمأنينة في أحلك الظروف التي نمر بها ونحن في مجتمعنا الفلسطيني في أمس الحاجة إلى ذلك وتوجيه شبابنا إلى ذلك إلى الجوانب الروحي الديني لكي يشعروا بالأمن والأمان فهذه حاجات ملحة لابد من تلبيتها لدى شبابنا اللي هي الجوانب الروحية أيضا في عندنا جوانب انفعالية جوانب انفعالية يعني لابد أن الشاب يفهم ذاته لابد أن يفهم نفسه وذاته وأين هو وكيف يعني ولذلك كل ما في نفسه لابد أن يفهمها الانفعالات النفسية فعلات الخوف القلق الاضطراب هذه كله لابد أن يفهم لماذا هو خائف لماذا هو قلق لماذا يشعر بعدما الأمن والأمان هذه حاجات انفعالية ضرورية لابد أيضا كيف يقعالية لا يشعر بأنه راضي عن نفسه إذا شعر الانسان بأنه في حالة رضع عن نفسه هنا يشعر بالأمن والأمان والضمأنينة لكن إذا كان غير راضي عن نفسه لا يشعر بالأمن والأمان ولذلك من هنا لابد من توجيه شبابنا إلى أن يشعروا بالأمن والأمان وأن يفهم ذاتهم ويفهموا وضعهم أين هم ونساعدهم على حل جميع ما يواجهون من مشكلات اجتماعية ونفسية ايضا لا بد يشعر بالرضا في النهاية لا بد ان يشعر الشاب بالرضا طبعا هنا واضح في قوله تعالى قبول الانسان لنفسه وجسمه في حدود امكانياته وطاقاته لا بد ان يكون راضا عن نفسه في داخل مجتمعه حسب طاقاته وحسب امكانياته التي لديه هذا واضح في قوله تعالى ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها ولذلك يعني واضح في هذا المجال اللي هو المجال الانفعالي في عندنا في المجال العقلي طبعا في حاجات ملحة للشباب في المجال العقلي اللي هي من خلال وظائف العقل المختلفة اللي خدناها في قصاص مرحلة الشباب الفك اللي هي عملية الفهم عملية المعرفة عملية التحليل والتركيب للاشياء والذكاء كذلك هذه كلها يعني خدناها فلذلك الشباب في حاجة الى المعرفة الواعية الذكية عن البيئة الطبيعية والاجتماعية والتكنولوجية التي يتواجد فيها الشباب وما يحدث فيها من تغيرات تستدعي التكيف المستمر معها هذا واضح في قوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون وكذلك في قوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وما يعقلها إلا العالمون هذا واضح أيضا اللي هي حاجات في المجال العقلي لا بد من إشباعها لدى شبابنا في الجوانب العقلية في عندنا في المجال الاجتماعي المجال الاجتماعي حاجة الشباب إلى الانتماء أولا الانتماء إلى الأسرة ثم الانتماء إلى الجماعة ثم الانتماء إلى المجتمع بمنظماته المختلفة الموجودة ومؤسساته ومعرفة هذه المؤسسات والانتماء لها فهذه حاجات أساسية من الشباب أيضا الانتماء إلى المؤسسات المختلفة وأول هذه المؤسسات هي الأسرة البيت لأن البيت تعتبر المؤسسة الأولى في المجتمع فلذلك الانتماء أول شيء من قبل الشباب للأسرة وهذا واجب الأسرة أن تجعل أبنائها ينتمون إليها وشبابها ينتمون إليها ثم المدرسة كذلك تساعد الشباب على الانتماء لها ثم المؤسسات الأخرى داخل المجتمع مثل الجامعات ومثل المؤسسات التي يتعامل معها الشباب داخل المجتمع سواء كانت مؤسسات عمل أو مؤسسات يزورها الشباب أو غير ذلك هذه كلها لا بد أن ينتمي إليها الشباب فمؤسسات هذه كلها تعمل في المجال الاجتماعي طبعا الشباب أحيانا عنده حب التطوع فمعرفة المؤسسات بالشباب ومعرفة الشباب بالمؤسسات والاثنين يتعرفوا على بعضهم البعض هناك قد تتاح فرص العمل وفرص اكتساب الخبرات اكتساب خبرات للشباب من المؤسسات الموجودة في المجتمع وكذلك المؤسسات تستفيد من طاقات الشباب في العمل وهكذا تبادل مشترك ما بين شبابنا وما بين المؤسسات الموجودة في العمل ففي استفادة مشتركة واكتساب بالخبرات من خلال الشباب والمؤسسات في المجتمع طبعا في المجال الاجتماعي هناك توجيه إلهي بأن أصل الإنسان واحد هي آدم وحواه أصلنا واحد لما نيجي نبحث في الأصل أصلنا واحد كلنا بنطلع أقرباء هذا وضح في قوله تعالى يا أيها الناس ما قال الشيء أيها المسلمون ولا قال يا أيها المؤمنون الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أثقاكم إن الله عليم خبير إذن من هنا أصلنا واحد لكن علينا دائما التعارف مع بعضنا البعض وهذه يعني سيادة العلاقات الاجتماعية والعلاقات الدولية بين الدول أولا كانت تسود ما بين الجماعات وما بين القبائل ثم انتقلت إلى القرى والمدن ثم انتقلت إلى الدول ثم من دولة إلى دولة ثم من قارة إلى قارة علاقات لأن هذا هو الأساس والتعارف بين شعوب العالم لكن المفاضلة تكون على ماذا؟ على التقوى إنا أكرمكم عند الله أثقاكم فالتقوى هي الأساس هي الأساس فلذلك التعارف يكون على أساس التقوى التقوى الله سبحانه وتعالى أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تواجههم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا الشكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالصهر والحمة وهذا كذلك نعم فهذه كلها علاقات المسلمين مع بعضهم البعض علاقة المؤمنين مع بعضهم البعض وعلاقة الإنسان مع أخيه الإنسان وهكذا في عندنا حاجات أساسية عامة الآن للشباب ربما تسأل طالبة طب ما احنا درسنا هذه الأشياء في مرحلة سابقة لما درسنا مرحلة الشباب وخصائص مرحلة الشباب ما أخذنا الخصائص الجسمية والعقلية والنفسية والاجتماعية لا إحنا نتبه نقول لي خصائص للشباب اللي درسنا هي خصائص خصائص مرحلة الشباب ولكن هنا في هذه المحاضرة نكمل هي الحاجات الأساسية للشباب ما هي حاجات الشباب الأساسية في الجوانب الأربع في الجوانب الجسمية والانفعالية والعقلية والاجتماعية وما درسناه قبل قليل ما أشار إليه القرآن والسنة النبوية في الحاجات الخاصة بالشباب لأنه نحن في علومنا نؤصل لعلومنا لعلومنا لابد من التعصيل لها حسب عقيدتنا وحسب منهجنا الإسلامي أيضا حتى يطلع شبابنا على ما فيه من كنوس في عقيدتنا وربط مناهجنا التعليمية بإسلامنا فيه نوع من التعصيل فلذلك في هذه الحاجات الأساسية هنا نبدأ بالحاجات الجسمية الخاصة بالشباب نتكلمش عن خصاص المرحلة اللي قلنا فيه علاقة ما بين خصاص المرحلة والحاجات الأساسية اللي هي الشباب ولكن هنا الحاجات الأساسية أول شيء الحاجة اللي هي الحاجات الجسمية دائما الشباب يحتاج إلى النمو الجسمي إلى النمو الجسمي وخاصة النمو السريع بيكون في المرحلة الأولى للشباب مرحلة الفتوة اللي هي الأولى يكون الشاب أو الشابة دائما نمو سريع في هذه المرحلة فلذلك من هنا فيه نمو سريع متلاحق في الجوانب الجسمية في مرحلة الشباب وخاصة في مرحلة الفتوة وهنا بيحتاج الجسم إلى بناء الجاب بيحتاج إلى بناء جسمي إذن عشان نبني الأجسام ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى التغذية نحتاج إلى التغذية السليمة لابد من وضع برنامج للتغذية وعلى المخططين لرعاية الشباب حتى يعلموا بحاجات الشباب الجسمية لابد أن يساعدهم على تخطيط برامج لإشباه حاجاتهم الجسمية عن طريق التغذية السليمة وعناصر التغذية السليمة حتى نبني أجسام سليمة قادرة على العطاء وقادرة على النمو السليم حتى لا تصاب بالأمراض الجسمية فلذلك هذه حاجة مهمة جدا بالنسبة للشباب وهي الحاجات الجسمية والبناء الجسمي وما يحتاجه من تغذية ومن برامج أيضا بالإضافة للتغذية برامج التغذية لبرامج رياضية لمساعدة الشباب على النمو نمو عضلاته ونمو جهازه العظمي وجهازه العضلي وغير ذلك فهذه كلها من حاجات الشباب الأساسية طبعا المرحلة الأولى كما قلت لحنة بأنه نمو سريع للشباب ثم تأتي في نهاية المرحلة الأولى نمو بطئ يبطئ يعني هناك بطء في النمو الجسمي للشباب إلى أن يستقر في المرحلة الشباب النهائية فهنا يستقر النمو على ما وصل إليه الشاب في عندنا حاجات انفعالية كذلك حاجات انفعالية للشباب طبعا الحاجات الانفعالية هي الاتزان الانفعالي الشباب في حاجة إلى اتزان انفعالي وإذا لم يجد برامج تساعده على الاتزان الانفعالي قد يعني تسبب له هذه المرحلة إذا لم يجد التوجيه السليم والبرامج السليمة لرعايته قد يجد الشباب مشاكل كثيرة جدا في الجوانب الانفعالية والنفسية فلذلك لابد من مساعدة الشباب على الاتزان الانفعالي والتكيف النفسي مع ذاته ومع مجتمعه فلذلك لابد من تكوين اتجاهات صحيحة عن ذاته وعن نفسه وعن مجتمعه الذي يعيش فيه فلذلك من هنا لابد من تنمية الشعور بالذات هذه جوانب مهمة تنمية الشعور بالذات لتحقيق الرضا عن النفس الجوانب للفعالية لابد أن يشعر الشاب بأنه راضي عن نفسه راضي عن وضعه وراضي عن ذاته ولابد من توجيهه إلى ذلك وإذا لم يكن راضي ندرس لماذا وماذا يريد لابد من تلبية طلباته إذا كانت طلباته واقعية وممكن تلبيتها ممكن أن نلبي له هذه الطلبات أو تلبية هذه الحاجات أيضا فيه من تاب الأحيانا الشاب أو الشباب الشعور بالنقص برضو لابد أن نلم بذلك الشعور بالنقص أحيانا والشعور بالنقص قد يسبب كثير من الأمراض وكثير من المشكلات للشباب قد تجعله ينحرف أحيانا إذا شعر بالنقص في شيء معين فلذلك لابد من معرفة هذا الجانب ومعالجتها أيضا لابد من الإشباع العاطفي لدى الشباب عن طريق الأسرة الأسرة هي التي توفر الحب لأبنائها لابد أن تغرس المحبة لدى أطفالها ثم بعد ذلك مؤسسات المجتمع من خلال رياض الأطفال لأطفالنا ثم مؤسسات الشباب سواء كان في التعليم العام أو في الجامعات إلى غير ذلك أو الأندية أو المساجد هذه لابد من مراعاتها أيضا الجوانب العاطفية بالنسبة لشبابنا أيضا الحاجة إلى ضبط النفس كثير ما نجد بعض الشباب يتصرفون تصرفات غير سليمة فهذه لأحاجة إلى ضبط النفس في المواقف المختلفة التي يمرون بها ونساعدهم على ذلك من خلال برامج رعاية الشباب أيضا الحاجة إلى الاهتمام نعم بأمور بعيدة عن الذات والحاجة إلى فهم الذات على حقيقتها إلى جانب الحاجة إلى امتلاك أو تكوين فلسفة خاصة للحياة مع تأكد الحاجة للانتقال العاطفي بدون أنانية هذه هي الحاجة دائما يعني حاجات الشباب الانفعالية أو النفسية لابد من مراعاتها لابد من معرفتها لابد من مساعدة الشباب على تلبية هذه الحاجات عن طريق إيجاد البرامج الخاصة برعاية الشباب وإشباع هذه الجوانب النفسية لدى شبابنا حتى نبني شبابا صحيحا صحيح النفس صحيح العقل صحيح الجسم صحيح الحياة الاجتماعية في عندنا أيضا بالنسبة للحاجات الانفعالية لها الحاجة إلى الانتماء مهم جدا أن يكون هناك الحاجة للانتماء الديني والروحي مهمة جدا الانتماء إلى الدين أيضا القيم الدينية والمثل العليا أيضا هذه تقينا من كثير من الأزمات وتقي شبابنا من كثير من الأزمات قيمنا الدينية وغرس العقيدة الصحيحة لدى شبابنا العقيدة الإسلامية الصحيحة الإيمان وتوجيه شباب إلى اكتساب القيم الإسلامية هذه أيضا بالنسبة للحاجات الانفعالية في عندنا حاجات عقلية وهذه تعتمد الجوانب العقلية اللي هي الذكاء ووظائف العقل من تفكير وأيضا من تحليل وتركيب وغير ذلك من وظائف يعني يقوم بها العقل هذه مهمة جدا حاجات عقلية لا بد أن نشبع والحاجة إلى المعرفة والحاجة إلى الفهم هذه كلها لا بد أن نوفرها إلى شبابنا هذه حاجات أساسية للشباب فلذلك من هنا احنا خدنا في محاضرة سابقة الذكاء كوظيفة من وظائف العقل والذكاء هذا يعني له مفهومين مفهوم عام ومفهوم اجتماعي أيضا ولكن هو بشكل عام الذكاء هو القدرة على التصرف في المواقف المختلفة يعني في عنا تعريف فوكسلر وفي تعريف آخر اجتماع عند علماء الاجتماع أخذناه في محاضرة سابقة لكن هنا باللخص تعريفين بأن الذكاء هو القدرة على التصرف في المواقف المختلفة والقدرة على مواجهة المشكلات التي يواجهها شبابنا القدرة على الفهم والتحليل القدرة على تفسير المواقف وكيفية التصرف في هذه المواقف التي يمر بها الشاب هذا هو الذكاء إذا كان لديه مثل هذا الذكاء يستطيع أن يتصرف في كل موقف يمر فيه الشاب فلذلك من هنا هذه تعتبر من ضمن الحاجات العقلية لا بد من مساعدة شبابنا عليها مع وظائف العقل الأخرى الإدراك والانتباه والفهم والتحليل والتركيب هذه كلها جوانب عقلية لا بد من توفيرها لشبابنا عن طريق برامج معدة للشباب لتلبية هذه الحاجات لأن حاجات أساسية لا بد من توفرها قدرة على التخيل التفكير الصحيح أيضا الخبرات كذلك لأن الذكاء عند مرحلة معينة ويقف بعد ذلك ماذا يحل محل الذكاء؟ الخبرات والمعارف وهكذا اكتساب الخبرات والمعارف طيب في عندنا حاجات اجتماعية حاجات اجتماعية هذه الحاجات الاجتماعية هي أكثر الحاجات تأثرا بالحاجات الأخرى الحاجات الاجتماعية تتأثر بالحاجات العقلية تتأثر بالحاجات الجسمية تتأثر بالحاجات النفسية أو الانفعالية هذه هي الحاجات الاجتماعية وطبعا تعتمد هي الحاجات الاجتماعية على التنشئة الاجتماعية وما يكتسبه الشاب من عادات وتقاليد وأعراف وقيم موجودة في المجتمع هذه كلها يتأثر بها الشباب داخل مجتمعهم فلذلك من هنا ممكن حصر الحاجات الاجتماعية في أول شيء تكوين العلاقات الاجتماعية حاجة الشباب في تكوين العلاقات الاجتماعية الشباب أولا يحتاجون إلى تكوين علاقات الاجتماعية داخل أسرهم طبعا أول حاجة من هذه الحاجات الاجتماعية هي الحاجة إلى تكوين العلاقات الاجتماعية الحاجة إلى تكوين العلاقات الاجتماعية فلابد أن نساعد شبابنا أول شيء على تكوين علاقات اجتماعية داخل الأسرة مع الوالدين مع الإخوة والأخوات داخل الأسرة ثم بعد ذلك تكوين علاقات اجتماعية مع الجماعات الموجودة في المجتمع مع جماعات النشاطات المختلفة داخل المدرسة داخل الجامعة داخل الأندية داخل المؤسسات التي يتعامل معها الشباب أيضا بالنسبة للحاجات الاجتماعية لحاجة الشباب إلى تكوين علاقات أيضا مع المنظمات أو المؤسسات الموجودة في المجتمع حتى يتم تعاون الشباب مع هذه المؤسسات الموجودة في المجتمع أيضا لا بد تكون هناك حاجة واضحة بالنسبة للشباب لمسؤوليات الحياة الأسرية لماذا؟ لكي نعد الشباب لبناء الأسر لأنه دائما من الأسرة الواحدة عندما يكبر شبابنا داخل الأسرة وأبناؤنا داخل الأسرة إذن هنا أين تذهب الشاب أو الشاب إلى تكوين أسرة جديدة إلى بناء بيت جديد زوج وزوجة فلذلك لا بد من تهيئة الأبناء أو الشباب إلى هذه المرحلة وهو تكوين الأسر الجديدة لكي يكون الأب رب أسرة تكون الشاب أبا والشاب أما فلذلك لا بد من إعدادهم الإعداد السليم داخل المجتمع وهنا لا بد على المجتمع ومؤسسات المجتمع التي تعتني برعاية الأسرة تنظيمة هذه البرامج لشبابنا حتى لا يكون هناك فلاق للأسر الجديدة حتى لا يكون هناك مشكلات للأسر الجديدة لا بد أن يفهم الزوج والزوجة الشابة لا بد أن يفهم الحياة الأسرية الحقيقية لبناء حياة أسرية سعيدة كيفية تربية الأبناء كيفية العيش معا هذه كلها إذن هنا تحمل مسؤوليات جديدة للشباب إذن لا بد من الحاجات الاجتماعية أن نعودهم على الحياة الاجتماعية الجديدة أيضا الأدوار الاجتماعية التي يقوم بها الشاب داخل المجتمع عندما يتحمل مسؤولياته كرب أسرة كأب له أدوار أخرى خارج البيت لا بد أن يلم بها لها أدوار من خلال العمل من خلال مسؤولياته في العمل والجماعات الأخرى داخل المجتمع هذه أدوار لأن هناك علاقة ما بين المكان والأدوار الأب له مكانة المكانة شيء ثابت من هذه المكانة تتحرك الأدوار فلذلك هناك علاقة ما بين المكانة والأدوار مكانة الأب له عدة أدوار يستطيع القيام بها وهكذا فلذلك لا بد أن نعود شبابنا على معرفة مكانتهم وعلى معرفة أدوارهم الاجتماعية في المجتمع ويتحمل أعباء الحياة الاجتماعية مسؤوليات الأسرة مسؤوليات العمل وهكذا هذه الأمور لا بد من توضيحها لشبابنا ومعرفة ذلك عن طريق البرامج التي تصمم وتوضع لشبابنا نكون في ذلك قد انتهينا في هذه المحاضرة انتهينا من عرض الحاجات الأساسية لشبابنا كما وضحها برايتبل كما ذكرناها لكنا وأيضا الحاجات الأساسية كما وضحها الإسلام لنا من خلال القرآن والسنة النبوية وكذلك تكلمنا عن الحاجات أخيرا الحاجات الأساسية لشبابنا الجسمية والعقلية والنفسية والانفعالية والاجتماعية نكون بذلك يعني إن شاء الله في المحاضرة القادمة سنتكلم عن تطور رعاية الشباب نكون بهذه المحاضرة قد انتهينا منها وإلى أن نلتقي في المحاضرة القادمة لكنا مني كل تحية وتقدير والسلام عليكنا ورحمة الله وبركاته